في الحلقة دي هعرفك واحدة من اسهل طرق الربح من الانترنت اللي هي التطبيقات ايوة انت سمعت صح هي التطبيقات كتير من التطبيقات الجديدة المتاحة للشغل بتقدر تعمل من خلالها مهام بسيطة جدا وتاخد في المقابل في الروس وطبعا في الحلقة دي مش عرفك تطبيق واحد لكن هتعرف خمس تطبيقات هي الافضل والاسرع في تحقيق الربح من الانترنت احلى حاجة في التطبيقات دي انك هتقدر تشتغل عليها بدون اي خبرة او مهارات في اي حاجة يعني لو ما عندكش اي خبرة في الشغل اونلاين قبل كده عادي جدا تشتغل على التطبيقات دي بكل سهولة مش هتحتاج اكتر من تليفونة كل اتصال بالانترنت علشان تبدأ وده ممكن تعمله بعد مشاهدة الفيديو على طول التطبيقات دي كلها مجانية 100% يعني مش هتحتاج راس مال ولا هتدفع اي حاجة ولا زنت واحد خمس تطبيقات بتدفع كويس جدا زي ما هتشوف في الفيديو ويعتبر اخر تطبيق هو الافضل بس خليك معايا لحد ما تعرف التطبيقات كلها حضرتك في الشغل ده بتعمل خطوات ثابتة يعني مفيش اي حاجة صعبة هتشوف الخطوات دي في الفيديو واتطبقها في الحساب بتاعك على التطبيق ومش محتاج اقولك ان كل ما اشتغلت على تطبيقات اكتر كان الدخل اللي حققته اعلى وبكده يفضل انك تشتغل على الخمس تطبيقات لو كان ده شغلك الاساسي على الانترنت اي موقع او ادوات اشرحها في الحلقة اللينكات بتاعتها هتبقى موجودة في الحلقة نفسها ومفيش اي لينكات هتبقى موجودة في الوصف اي موقع مش هيفتح معاك او هتلاقي التسجيل مدفوع يبقى الموقع ده غير مدوم في بلدك وبالتالي هتحتاج VPN علشان تقدر تسجل وتشتغل على الموقع اهلا وسهلا بكم على قناة اكسب اونلاين حلقة جديدة وتريقة ربحية جديدة ونكمل بعد الفصل يلا ندخل في الموضوع على طول واول تطبيق في الحلقة هو يوزر فيل اللي هتقدر من خلاله تجرب مواقع وبرامج وتطبيقات جديدة وتقول رأيك فيها والموقع بيدفع 30 دولار لكل تجربة مقبولة على المنصة اسم الموقع موجود قدامك يوزر فيل دوت كوم الشغل بشكل عام عبارة عن ايه شركات كبيرة مختلفة من انحاء العالم بتطرح برامج وتطبيقات جديدة ومواقع جديدة وعايزة تختبر البرامج والمواقع دي قبل اطلاقها وبالتالي بتروح لمواقع متخصصة علشان يجربها المستخدمين علشان لو فيه اي نوع من الاخطاء في التطبيق يتم اكتشافه وطبعا الكلام ده سواء بقى على برامج كومبيوتر او تطبيقات تليفون او مواقع وهو ده دور يوزر فيل وهو ده شغلك من خلاله انت بيدفع لك فلوس من الموقع مقابل انك تجرب كل حاجة على الموقع او التطبيق او البرنامج ودي من اسهل تر تحقيق الربح من الشغل اونلاين مش محتاج اي خبرة او مهارة في اي حاجة علشان تعمل التست ده اول تطبيق ده الهدف انك تبدأ من عنده لسهولة الشغل من خلاله لو ما فيش خبرة طبعا قبل كده الموقع معرف جدا في المجال ده وبيضم اكتر من 850 الف واحد بيشتغل على المنصة مع اكتر من 500 عميل وطبعا ده مدعوم في اغلب الدول وهتقدر تشتغل عليه بدون VPN لما تنزل تحت في الصفحة الرئيسية هتلاقي هنا بعض الشركات والمنظمات اللي بتتعامل على الموقع وطبعا شركات عالمية واكيد تعرف شركات منها او سمعت عنها وطبعا مقابل اختبار المواقع والتطبيقات الموقع مش بيدفعلك فلوس من عنده لكن بياخد الفلوس من العميل وطبعا العميل مش بيدفع قليل والدليل انك لو بصيت هنا في شرائح الاختبار المدفوعة هتلاقي ارقام كبيرة وبالتالي لما حضرتك تاخد 30 دولار بس لكل اختبار مقبول هتعمله ده يعتبر مبلغ بسيط جدا بالنسبة للموقع تقدر تختبر اي موقع او برنامج لان الموقع كمان بيدعم اكتر من 40 لغة على حسب متطلبات العميل يعني حتى لو الموقع بلغات مختلفة تقدر في بعض منها تكتب بالعربي لو متاح ده بالنسبة للعميل تقدر تعمل الشغلة ده من الكمبيوتر او التليفون او التابلت وفي النهاية ده قرارك على حسب الاسهل لي لكن ارشح لك استخدام التليفون علشان تقدر تشتغل من اي مكان انت موجود فيه ومن هنا بتعرف ان النتائج بتظهر بسرعة على الموقع يعني سواء القبول او الرفض للاختبار بتظهر خلال 24 ساعة وطبعا في حالة الموافقة بيزهر ده كمان معاك في رسيد بنك بيبال ولما تنزل تحت خالص في الصفحة دي وتضغط على تسترفاك هتعرف انك تقدر تحقق 10 دولار على الاختبارات اللي بتكون بين 10 و 20 دقيقة وطبعا ده مش مبلر قليل وصاد الوقت بطبيعة الشغل اللي انت هتعمله على الموقع ومش محتاج منك اي مهار وتقدر كمان تقرى باقي المعلومات في الصفحة دي هتفيدك كتير الشغل مجاني تماما وهتشتغل بالجهاز المتاح معاك زي ما قلتلك قبل كده ولما تشارك في اي اختبار انت مش محتاج تدخل بيانات حقيقية عنك ولما تبص في طرق الدفع هتلاقي الموقع بيدعم بنك بيبال وعشان تسجل في الموقع وتبدأ الشغل اضغط من فوق على Start Testing وفي الصفحة دي هتنزل تحت خالص واضغط على Sign as a tester هتدخل شوية بيانات بسيطة علشان تعمل الحساب وتبدأ الشغل على الموقع وفي الاخر اضغط على Apply for a tester يلا على التطبيق التاني اللي هو Honeygain.com وهتلاقي اسم الموقع موجود قدامك ده المكان الانسب علشان تقدر تحقق دخل Passive من الشغل Online الموقع ده مختلف شوية عن اللي فات لانك هتقدر تحقق منه ربح من مشاركة الانترنت لكن ما تقلقش انت معلوماتك وكل الخصية بتاعتك هتبقى في امان لان مشاركة الشبكة هيكون من خلال الموقع ومع شبكات امنة والموقع مش بيطلب ابدا اي تصريح للدخول على الداتا الخاصة بجهازك وبالتالي الداتا بتاعتك بتبقى في امان مجرد مشاركة الانترنت مع شبكات محددة وطبعا مشاركة الانترنت دي بتكون بمبلغ محدد على حسب نسبة المشاركة وهنا بيوضح خطوات الشغل على الموقع الخطوة الاولى هتعمل الانستول لهونيجين على جهازك بعد كده هتشغل التطبيق على جهازك والتطبيق هيستخدم اتصالك بالانترنت وده بالتحديد اللي هيساعد غيرك في الشغل على الانترنت وفي الاخرى هيدفعلك مقابل انك ما عملتش اي حاجة غير مشاركة الانترنت بتاعك الموقع بيتفعلك عن طريق بنك بيبال او عملات رقمية زي بيتكوين او اثيريون لما تبص على معدل الدفع في الموقع هتلاقي اعلى حاجة 184 دولار في الشهر وطبعا ده مش مبلغ كبير لكن برضو انت مش بتعمل اي حاجة يعني انت مش هتعمل شغل ولا لازم تكون قاعد قدامه ولا هتنفذ خطوات ولا اي حاجة انت مجرد هتسيب البرنامج شغال مع نفسه وخلاص كده مهمتك انتهد تقدر تعتمد على هانيجين حتى في الاوقات اللي انت مش فاردي تشتغل فيها والموقع بيقوم باللازم لوحده يلا على التطبيق التالت اللي هو moneyapp.org واسم الموقع موجود قدامك بالكامل وزي ما انت شايف هنا التطبيق ده متاح على جوجل بلاي ستور واب ستور وفي بعض الدول هتلاقيه متاحة لاب ستور بس حتى التقييم بتاعه عالي جدا اربعة وتسعة وحوالي مية وخمسين الف تقييم كل ده بيوضح ان التطبيق مهم جدا وقوي وفعلا بتقدر تشتغل من خلاله وتحقق ارباح كويسة جدا مهام كتير متاح على التطبيق هتاخد في المقابل credits اللي بتقدر بعد كده تبدلها بكاش عن طريق بنك بيبال التطبيق الرابع اللي هو mypoints.com واسم الموقع هتلاقيه موجود قدامك بالكامل الموقع ده معروف جدا في مجال المهام الصغير شرحته قبل كده بالتفصيل تقدر من موقع mypoints تحقق ربح من استكمال الاستبيانات او مشاهدة الفيديوهات او اللعب اونلاين ويعتبر ده من اهم المواقع خصوصا للناس اللي عندها بنك بيبال محظور يعني مش مدعوم في البلد بتاعتهم لانك بتقدر تاخد فلوسك سواء بقى amazon gift card او visa gift card والاجمل من ده كله انك بتاخد 10 دولار sign up bonus ببعض الدول العربية هتلاقي بيديك 5 دولار بس من مجرد التسجيل في الموقع وطبعا بيوفر عروض كتير للكاش باك يعني تقدر تشتري من خلاله وتوفر فلوس كتير وده برضو في حد ذاته يعتبر مكسب انك هتشتري وهترجع فلوسك بنسبة كبيرة الموقع واخد 4.5 نجمة على trust pilot وبرضو معتمد من مواقع كبيرة وعالمية زي disney AT&T هوليو وغيره وتقدر تلعب الالعاب المفضلة عندك وتحقق منها دخل ويمكن ده افضل جزء انك تشغل اللعبة اللي بتحبها وتقعد وقت طويل عليها وفي الاخر مقابل الوقت الطويل اللي انت قضيته هتلاقي رسيد كبير مستنيك بعد ما تخلص اللعب وكمان حتى في صحب الارباح انت عندك اكتر من gift card متاح زي ebay gift card starbucks وتقدر طبعا تبيع اي gift card زي مشرحت قبل كده ده غير كمان انك تقدر تعتمد على انظام ال referral المتاح على الموقع علشان تحقق من مداخل من عمل refer لاصحابك او حد من العيل او اي حد تقدر تخليه يشترك على الموقع وكمان ممكن تعتمد في الخطوة دي على منصات التواصل الاجتماعي وبكده ده هيكون مصدر دخل passive غير شغلك على الموقع يلا على التطبيق الخامس والاخير اللي هو prices.gamey.com وهتلاقي اسم الموقع موجود قدامك بالكامل الموقع ده بيطلع حوالي 10,000 دولار اسبوعيا من spend za will بس شرحته قبل كده بالتفصيل تطبيق منتاز هتقدر تشتغل عليه بدون اي خبرة لو انت مبتدئ تماما تقدر تنزل التطبيق من play store او من app store تقدر تحقق منه دخل كبير من تشغيل الالعاب online فعليا اسرع موقع هتقدر تحقق منه اول 1000 دولار من تشغيل الالعاب وتقدر تاخد فلوسك عن طريق بنك paypal الموقع مدهوم في اغلب الدول لكن لو قبلك مشكلة في التسجيل ممكن تستخدم VPN وشرحت قبل كده express VPN بالتفصيل وازاي كمان تسجل البيانات بتاعتك بطريقة صح من خلال تشغيل ال VPN وادخال البيانات في المواقع الربحية اتمنى ان انكم تحاولوا في اي من التطبيقات دي اتمنى التوفيق للجميع دمتم بخير واشوفكم الحلقة الجاي موسيقى